في النادي الاهلي في حالة غضب شديدة جداً من مين؟ من اتنين اتنين عاملين غضب في النادي الاهلي صلاح محسن واحمد عبداليادر بداية عند صلاح محسن صلاح محسن اللي هيعمل جلسة مع خالد بيبو يوم من الخميس مدير الكرة في النادي الاهلي عشان يقرر مستقبله بشكل نهاي صلاح محسن بياخد من النادي الاهلي دلوقتي 8 مليون جنيه في الموسم 8 مليون جنيه في الموسم بقول ليه لعيبها مش بتحترفش ليه اصلا بياخد 8 مليون في الموسم وما بيحملتش برضه ما لسه ما عملتش حاجة مع النادي الاهلي طيب مودر نفيوتشار عايز صلاح محسن كان عايز يخش في صفقة تبادلية بتاعة عمر كمال عبدالواحد بس قالوا له هنديك راتب 4 مليون جنيه في السنة ده نص اللي بياخده في النادي الاهلي فقال لك لا انا مش اخش في صفقة تبادلية في قصة عمر كمال عبدالواحد ولو فيوتشار عايزني هياخدني بشكل ببلاش الاهلي يستغنى عني وياخدني ببلاش واخد بقى الرقم اللي انا عايزه من فيوتشار ووصل للرقم اللي هو 8 مليون جنيه ده سبب غضب كبير جدا للمسؤولي النادي الاهلي وحسوا ان صلاح محسن بيوماطل وبيحاول يتلاعب بيهم في الفترة دي طيب في نفس الوقت لا اهلي مش عايز يستغنى عنه بين قصين كده خوفا يا مش عايز يستغنى عنه ببلاش يعني خوفا من انتقاله للنادي الزمالك خوفا من انتقاله للنادي الزمالك لا يمعندوش منع يسيب صلاح محسن حتى ببلاش بس لو سيب دلوقتي ممكن ياخده المنافس الرئيسي بتاعي نادي الزمالك ده اللي بيفكر فيه النادي الاهلي نحاة تانية احمد عبدالعادر احمد عبدالعادر كل شوية في كلام انه عنده عروض خارجية احمد عبدالعادر حتى هذه اللحظة لم يصل للنادي الاهلي عرض رسمي ليه والعرض الجاد الوحيد اللي وصل للنادي الاهلي لأحمد عبدالعادر كان من سموحة والعرض ده اعارة واللاعب هياخد في الموسم 4 مليون جنيه في سموحة أحمد عبدالعادر رافض برضو العرض ده انه يطلع اعارة لسموحة ويفضل مرتبط بعقده مع النادي عادي بس ياخد 4 مليون جنيه بس من سموحة عشان هو بياخد في النادي الاهلي 7 مليون جنيه يعني برضو تقريبا نص الرقم تقريبا يعني اللي حاجة بسيطة دي حكاية تخص صلاح محسن وتخص أحمد عبدالعادر ناحة تانية في كريستو كريستو أحكي لكم حكايته كريستو عنده عرض من نادي زد عرض أعارة لنادي زد هو رافض العرض ده وعنده عرض من نادي التراجي التونسي يشتريه هو رافض برضو العرض للتراجي التونسي عشان هو شايف انه لو هيرجع تونس يلعب لفريق القديم النجم السحالي بس النجم السحالي مش عارض عليه هو عنده عرض في أوروبا عرض في أوروبا انه يخرج على سبيل الأعارة وهو شايفه عرض جيد عرض من أحد أندية الدوري البلجيكي بس العرض عرض بنية الشراء يعني يطلع إعارة بنية الشراء يعني لو نادي البلجيكي ده بعد السنة مثلا عايز يشتري يشتري بالرقب اللي يتفق عليه هو نادي الأهلي مش عايز ده الأهلي عايز يبقى إعارة بس من غنية الشراء ومرس الكولر عايز الإعارة تكون في الدوري المصري عشان يبقى اللاعب تحت عينيه شوفه شوف التطور بتاعه يمكن يستفيد منه بعد كده في خلافات في القصة دي بالنسبة لكريستو ولسه الأمور لم تحصل دي أحكي